أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحرام تضاعف فيه الأعمال وتكسب الحسنات وترفع الدرجات وتقال العثرات وتكفر السيئات فقال تعالى والفجر وليال عشر كما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اغتنامها في الطاعات والمبادرة فيها إلى فعل الصالحات حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وأما عن سبب امتيازها وتفضيلها كما ذكر ابن حجر فإنها مكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها فيشرع للمسلم التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام والجهر بذلك في البيوت والمساجد والطرقات والأسواق وغيرها والتكبير في هذه الأيام على نوعين الأول تكبير مطلق يكون في جميع الأوقات من أول دهول شهر ذي الحج إلى آخر أيام التشريق والثاني تكبير مقيد يكون في أدبار الصلوات المكتوبات ويبدأ من صلاة الفجر يوم عرف لغير الحاج وله من صلاة الظهر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ومن أفضل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام العظام هو التقرب إلى الله تعالى بالصيام وإن عجز المسلم عن الصيام في هذه الأيام فلا ينبغي أن يعجز عن صيام يوم عرفة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ومما يشرع في ختام هذه العشر لعموم المسلمين هو ذبح الأضاحي قربة لله رب العالمين وعملا بسنة سيد المرسلين اغتنم هذه الفرصة لأفضل أيام الدنيا وكن فيها من الفائزين